المحفظة تنبرلاند دي مثلا ده في عليها 20 جنيه جمارك بس نفس الموضوع في الساعة الكوست دي الساعة تومي دي تتباعها هنا ب4000 جنيه نجابها من بره ب1500 جنيه أخيرا هنقدر نشتري من برندات كبيرة وفي نفس الوقت بأسعارها أصلية وكمان مش غالية في كذا حد دائما بيبعث لي بيسألني الحاجات البرندات اللي عندك دي بيتجيبها من جوا مصر ومن بره مصر وهل فعلا لو جبنا من بره مصر أرخص بكتير من جوا مصر قبل ما نبدأ لو انت مهتم بالفاشن والبرفيوم اي حاجة ليه علاقة بالشوبنج اعمل لايك الفيديو لو عايز تدعمه وعمل لي فولو او سبسكراير عشان يوصلك كل فيديوهات الجديدة اللي بنزلها في الحقيقة انا اغلب الحاجات اللي عندي فعلا بجيبها من بره مصر مش بجيبها من جوا مصر وده لان زي من معظمكم عارف ان الجامارك عندنا هنا في مصر عالية قوي فبالتالي اي حاجة طرفيهية او استهلاكية لما بتدخل مصر بيتحسب عليها جامارك كتيرة جدا وطبعا ده بيأثر في سعر باعة بعد كده فلو هي بمية جنيه بتوصل لنا في الاخر بثلتمائة او اربعمائة جنيه وطبعا انا بشوف ده كتير جدا عشان كده بفضل ان انا اشتري حاجتي كلها من بره المشكلة اللي كانت بتواجهني دايما ان انا ازاي بقى حاجيب الحاجات دي من بره لعندي لان اكيد برضو ان انا لو طلبتها من بره مصر غاية عندي هنا حدفع عليها جامارك كتير جدا عشان كده لو في حد من صحابي في امريكا مثلا بقوله يجبها لي في الشنطة هو جاي واش بطفع عليها جامارك بس طبعا الحل ده ما كانش عاملي جدا لان كل فين وفين لما فيه حد جاي من بره وطبعا كل حد بيبقى جاي من بره وريدي بيبقى معاها حاجات كتير فمش بعرف ان انا اطلب حاجات براحتي لحد ما لقيت حل خلالي المشكلة دي مش مشكلة موجودة اصلا الفكرة ان انا اكتشفت موقع في مصر بيجيب لي اي حاجة انا عايزها من برا مصر هنا على اي بي او على امازون وبيجيبها لي لحد باب البيت ومن غير فلوس جامارك كتيرة زي اللي احنا ممكن نتفعه في اي حد الفكرة بسيطة جدا ومنطقية لدرجة ان انا ما كنتش مسدق انها هتحصل غير لما جربتها بنفسي الموقع اللي بقولوك عليه ده اسمه موقع لينكس ومن خلال الموقع ده احنا نقدر نطلب اي حاجة من على امازون او على اي بي او اي موقع تاني برا مصر وفعلا الحاجة حاجين لغاية باب بيتنا وحنوفر من الجامارك مثلا تسعين في المية يعني لو هتدفع جامارك خمسمائة جنيه هتدفع خمسين جنيه بس والكلام ده خدوة عن تجربة وعمسكها يعني مثلا الساعة دي لو من موقع في مصر تتبع بواربعة تلاف جنيه طبعا رقم كبير جدا 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 على ساعة انا ما اعتقدش ومحدش فيكو يعتقد ان هي ممكن تساوي التمن ده بس الفكرة ان لما لقيت الساعة دي على موقع امازون لقيتها بمية وتسعتاشر دولار تقريبا او مية دولار حاجة زي كده اللي هو حوالي الف وتانمائة جنيه يعني اقل خمسين في المية من تمانها اللي بتتبع فيها في مصر يسوا بقى على كده حيات كتيرة جدا يعني مثلا المحفظة تنبرلندي دي بتتبع هنا في مصر بتسعونيه جنيه انا جايبها من برا مصر بتوتمائة وخمسين جنيه ومش دافع عليها جماليه غير تلاتين جنيه فعلا الموضوع بجد مش زار مش اللي هو انا بعمل اعلان وخلاص للسيرفوس هتستفيدوا منها لا الموضوع فعلا بجد الحاجة اللي ممكن تجيبوها من هنا مثلا بألف جنيه ممكن تجيبوها من برا بخمسمائة جنيه وربعمائة جنيه ومش هتفاع عليها جماليك كتير خليني برضو اشرح لكو ايه اللي بيحصل بالزبط ببساطة اللي بيحصل ان انت تدخل على ووب سايت بتاع امازون في امريكا مثلا ان هم عندهم فرايتي كتير جدا في الساعات وفي النظرات وفي كل حاجة تقريبا احنا افترض ان انت عجبتك ساعة تومي هيلفجر مثلا بمئة دولار يعني تقريبا 1600 جنيه او 1700 جنيه حاجة زي كده لو انت طلبت الساعة دي من على ووب سايت امازون وحطيت العنوان بتاعك وكل تفاصيلك الساعة دي عبما تجيلك هنا هتدفع لك مثلا عليها جماليك الفين جنيه ولا حاجة بمسترعية عشان كده غلق جدا ان احنا نشتري اي حاجة من بره مصر ونبعثها علينا دايريكت هنا كل ما موضوع الجماليك ده موجود اللي بقى بيعمله موقع لينكس ان انت لما هتعجبك الساعة الفلانية دي هتاخد اللينك بتاعها وهتحطه على ووب سايت بتاع لينكس وعلى فكرة الوب سايت بيحسب لك اقل سعر للساعة دي او لاي منتج على ووب سايت ده لان طبيعي ممكن يبقى على امز ومسلا فيك اكتر من سرر بيبيع نفس الساعة دي طبيعي جدا ان الاكتر من سرر دور ممكن يبقى حاطت كزا سعر للنفس الساعة دي يعني مثلا الموك يبقى الفرق 20 دولار 30 دولار 40 دولار في الحدود دي بس طبعا ده بالنسبة لنا حيباء رقم اللي بيعمل له موقع ان هو بيحسب لك ارخص سعر للساعة دي على ووب سايت كله مش كده وبس هو بيحسب لك كمان تكلفة الشحن والجمارك لحد ما الحاجة هتوصل ليك لمصر انت بتبقى عارف من الاول خالص انت هتدفع 8 الساعة دي كلها كام شحن والجمارك وت8 الساعة نفسها لطيف في الموضوع ان انا جايتكم بالنهاردة ده حاجة فعلا فعلا انا ما اعتقدش ان اي حاجة هيتفرج عليها دلوقتي حيشوف ان اي حاجة عادية ليه لان هما عاملين خاص من 90% على الشحن والجمارك اي حاجة انت هتشتريها من برا مصر يعني بالضبط كده في المثال اللي احنا شايفينه دلوقتي سعر الشحن والجمارك لو 500 جنيه او 600 جنيه او 700 جنيه انت هتدفع 10% بس من قيمة المبلغ ده يعني لو 700 جنيه هتدفع 70 جنيه لو 500 جنيه هتدفع 50 جنيه بس وهتدفع 8 الساعة زي ما هو اللي انت شايفه على الو بسايت طبعا اي حد قال هيفكر بيت مرة قبل ما اشتري الحاجة دي من مصر لا هيفكر ان هوا هشتريها من برا مصر خصوصا ان هما بيوفروا حاجة لطيفة جدا تقدر تكشتشينج وتبدل الحاجات دي لو فيها مشكلة ودي برضو من المشاكل اللي كان بتحصل لي لما كنت بشتري اي حاجة من برا مصر ان انا من الاخر بقى لابستها مش بعرف ارجح ارجعها زي امريكا لا انت كأنك بتتعامل مع ووب سايت مصري موجود في مصر وطبعا الخاص ما ده مش اي حد عارف ياخده غير بالكود اللي انا حطته قدام كود دلوقتي ده اللي فعلا انتو لو جربتوا اي حاجة من على امازون وجربتوه على الوب سايت من غير الكود ده هتلاقوا التكلفة حاجة ولو جربتوا برومو كود ده هتلاقوا التكلفة نزلة ايه فالكود ده كده تعتبرو كلمة سحرية اللي هتحلي لكم موضوع ده كله طبعا الموضوع ده ينفع لحاجات كتيرة جدا في الهدوم مثلا بالنسبة للأكسيسوريز بالنسبة للموبايلات بالنسبة لحاجات كتير الالطف والطف من كده بقى ان هم عاملين كاشباك يعني ايه كاشباك سريعا كده؟ يعني اي فلوس انت هتشتري بيها اي حاجة من خلالهم؟ هم هيرجعولك 3% من قيمة الفلوس دي على المحفظة بتاعتك بحيث ان انت مع الوقت انت بتشتري من عندهم بالتالي انت بتجمع في المحفظة فلوس اصلا تقدر ان انت تشتري بيها حاجات تانية بعد كده ده نقدر نعتبره خصم زيادة على الخصم اللي انا اقل لكم عليه بصراحة انا شايف ان السيرفز دي جامدة جدا جدا لايه حد يجيب من برا مصر اقام بقى بيخلي حد يجيبها له هو جاي اقام بيشحنها ياه هو بنفسه ويدفع جمالك كتير عليها اقام لو هو بيشتري حاجات من جوا مصر بسعر كبير جدا مستهارها الحقيقي انت فعلا مش مضطر تستنى حد ينزل لك كل سنة مرتين ولا مرة عشان تجيب الحاجات اللي انت عايزها ومش تقعف تجيبها كلها طبعا انا هسيب لكم كل التفاصيل بتاعتهم في الدسكريبشن بتاع الفيديو ده واول كومنت حاولوا انتو تبعتولهم وتسألهم على كل التفاصيل اللي انتو عايزينها وما تنسوش فعلا تستخدموا البروم وكود ده يا جماعة حيديكم فعلا خصم كبير خشوا جربوا كده مع نفسوكم من غير ما تشتريوا حاجة كود ده هيعمل ايه وحيخلي تمن الفاتورة من كامل كامل فعلا جماعة موضوع جمالي ده مستفزة جدا لدرجة ان في حاجات احنا ممكن ندفع ضعفين تمانها لما تجلنا هنا في مصر او كده كده هندفعه لو اشترينا من جوا مصر ان هي قريدة تبقى دخل من بصر محسوب عليها جمالك فاللي جايبة من برا مصر وحيباع جوا مصر حيزود التمن ده على سعر البيع بتاع ففعلا تجربة انا بالنسبة لي ايه حاجة بعد كده هشتريها من برا مصر لازم اشتريها من خلال الموقع ده الميزة فعلا ان برا مصر في حاجات ممكن نشتريها مش موجودة في مصر او لو موجودة حتى بتبقى أسعارها كبيرة جدا وده اللي بيخليني يعرف اجيب اكتر من حاجة ايه مثلا ممكن يكون حد بيتفرج على الفيديو ده يقولي مثلا طب انا عندي ساعة زي دي جايبة من مصر قولك اوكي بس تمن الساعة دي من جوا مصر انت ممكن تجيب بتمنها ثلاث ساعات مثلا او ساعتين من برا مصر اعتقد دي حاجة كلنا نحب ان احنا نعمل لغير طبعا الناس اللي بيقاب نفسها ان هي تجيب من برندات كبيرة وفي نفس الوقت مش عافة تجيب هنا لان اسعار غالية والبودجر بتاعتها ما تسمحش اعتقد ان ده هيحللهم الموضوع ده هخليهم يجيبوا الحاجات اللي هم انفسهم فيها اعمل لايك الفيديو لو عجبك ما تنساش تعملي فولو او سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها طبعا عملي فولو على استجرام بنزل هناك حاجات جديدة كل يوم سلام